حلقتنا عن زراعة الفجل كيف هي طريقة زراعته وشو طريقة ريو وشو الوقت المناسب لطريقة زراعته بأي وقت تعبوني المقطع هذا أصدقائي بكم رحمة الله وبركاته أصدقائي متابعين قناة بيتر ريفي الدواجن والزراعة إن شاء الله تكونوا بخير و بالك صحة و عافية أصدقائي اليوم حلقتنا عن زراعة الفجل كيف زراعته بأي وقت هلأ هو بنزرع بداية الشهر التاسع لأنها الشهر التاسع هي زراعة خريفية متما وعدكم أصدقائكم حلقات عن الزراعة الخريفية من الشهر التاسع و العاشر لأن كل شيء إلو وقت تقريبا على حسب درجة الحرارة و المنطقة الموجودة فيها حلقتنا عن زراعة الفجل أنا شفتوني أنك تح محضر التربة تربة عنديها جاهزة مسمدة بسماعة عضوي طبيعي مخلفات دجاج من عندي يعني أنا قمت بحتها و ريحتها تقريبا ما يقارب شي أسبوع هلأ هنقوم بزراعته شوفوا لي هالرمان ما شاء الله شوفوا لي هالرمان أنا أصدقائي كل حلقاتي بإذن الله موصوق فيها و بزراعته أي حلقة أنا بقدمها أو أي علاج بقدمه أنا بأعطيكم الدليل فيه أي طريقة زراعة بأعطيكم النتيجة أي علاج عندي كان قمت بعلاجه أنا أقدم لكم الدليل و البرهانة لأن بعض الأشخاص قالوا لي مثلا طريقة العلاج ما بتصير هيك بالنسبة لياسمين البلدي ساويتها وعلشتها ومتطير العائل أدماء حلوة صارك كل أنواع الزراع متتتين الشوكي أي حلقة أنا بساوية بعطيكم النتيجة بعدين هلأ نرجع موضوعنا عن زراعة الفجل هيا أصدقائي مثل ما لكم شايفين هاي هي بزور الفجل نقوم برشة بهذا الشكل على وجه التربة لهي البزور يفضل جبها من عند محلات مختصة بالزراعة و أدوات الزراعية منجيب بزور الفجل ومتل ما شفتوا منرشة بهذه الطريقة بتكون التربة جاهزة ومسمدة ومرتاحة لمدة أسبوع بعد ما نقوم برشة نقوم بوضع تربة على وجه البزور ها فيه بها الشكل بأدينة يعني وإذا فيه حجارة في أي شيء صلب نقوم بقيمه نقوم بقيمه من نقي التربة منخليها تربة خفيفة على وجه البزور وارتفاع التربة يقوم بقارب 3 سنتي من 2 سنتي إلى 3 سنتي فوق البزور هل ترون الحجارة كيف نقوم بقيمه؟ أي شيء صلب ونقوم بقيمه ونقوم بقيمه لكي نحميه من الطيور لأن الطيور تنقي البزور هاي وتأكلها هل ترون؟ أي شيء نرى غير ملائم للتربة نقوم بقيمه بعد ما شفتوا كيف نقوم بزراعتها وقد نقوم بقدرة ثم يرشت تراب ثم تراب قسم ثاني ونقوم بقيمه لكي لا يصلوا لطيور هذه بالنسبة لزراعتها للتربة المستدامة أخذ نفس كنفر أما زراعتها ضمن قصيص نفس الشيء أنا أذكر دائما قصيص منوقف الزراعة عنه بعد فترة أسبوع ونقوم بتحريكه لحتى يأخذ أكسجين يتفوت الشمس تخطرقه لتقوم بعلاجه إذا كانت تعفون في رطوبة ثم نضيف سماد ما سماد تستخدم وضيفه وفي أسمية عضوية أو طبيعية كثيرا أنا أخذ قناتي طريقة تحضيرها داخل المنزل ثم نقوم بزراعة بالنسبة للفجل الآن زراعة الفجل ما هو طريقته؟ هذه الطريقة هي نقوم بالريو لما هناك حلقة ثانية إجباري للفجل لكي أشرح لكم ولكن سأعطيكم شفهي لما يصير طول العرق الأخضر ما يقارب العشرة سانتي نخفف الريو الآن هذا الريو كل أسبوع مرة لما يطلع الأخضر وأوراق الخضرة ما يقارب العشرة سانتي تصير الريو كل خمسة عشر يوم كل خمسة عشر يوم لما تصير بعدين شتلة الفجل بما يقارب الخمسة عشرين سانتي كل عشرين يوم مرة منقوم بريو وإذا في مطر ما منقوم بريو نهائيا لماذا؟ طوال ما تعطيه ماء يطوال العود الأخضر ومن تحت الفجلة تأخذ حجمها لا تكبر لازم نحن نبدأ نخفف له لحتى يكبر حجمه من تحت تفقس الفجلة من تحت يطلع الفجل من تحت كبير أما إذا تعطيه زيادة يكبر عوده لفوق أصدقائي لا تنسوني من الاشتراك والإعجاب وهيك كانت حلقتنا إن شاء الله بتكون عجبتكم ونالية رضاتكم لا تنسوني من الاشتراك والإعجاب السلام عليكم ورحمة الله موسيقى